تمكنت ادارة مكافحة المخدرات في مدينة المكلة بساحل حضرموت من القاء القضى على احد مروجي المخدرات في احد فناديق المكلة المواد المخدرة التي بحوزته تصل الى كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر تمكن أفراد إدارة ومنتسبي مكافحة مخدرات بساحة الحضرموت من إلقاء القبض على مجموعة تروج المخدرات في أحياء مدينة المكلة حيث كانت هذه المجموعة تستخدم أحد فنادق المدينة المكلة من أجل إخفاء المخدرات ومن ثم تمهيدا لترويجها بين أوساط المجتمع أولا كانت تبطية في أحد الأسواد وثم توجهنا إلى الفندق المذكور وتمكننا من ضبط حوالي ألف جرام من مادة الحشيشة المخدر ومع مجموعة أدوات من أدوات التقطيع وأدوات التصريف وبيع هذه المواد التي تستخدم في تصريف وبيعها في أوساط الأشخاص المتعاطين بينما تمكننا أيضا في طليعة هذا الأسبوع من ضبط مجموعة أخرى كانت تسكن في ثلاث أماكن مختلفة في أحياء مدينة المكلة تعقبنا هذه المجموعة حيث تم لقاء القبض فجر يوم الأحد من لقاء القبض على مجموعة من عصابة تترويج لهذه المادة لها ثلاث مواقع مختلفة أو ما يسمى بالعزب حيث يستخدمون هذه الأماكن لإخفاء المخدرات ومن ثم الترويج لها والتنسيق فيما بينهم البين عملية ضبط المتهم تمت في كمين وضع للمتهم أثناء قيمه بعملية الترويج لمادة الحشيش في أحد شوارع مدينة المكلة ويعد القبض عليه واقتياده للفندق حيث يخفي مخدراته وجدت أيضا أدوات لتقطيع وتغليف الحشيش كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مجموعة من الشباب في أحد العزب السكنية بمدينة المكلة حيث كانت تستخدمها لإخفاء المواد المخدرة والترويج لها وبحوزتهم ألف جرام من الحشيش وأدوات لصناعة الخمور وأدوات أخرى مختلفة في هذا المجال هذه المخدرات بدأت في الأون الأخيرة بالانتشار بشكل غير مسبق مستغلين وضع الظروف التي تعيشها البلاد وحيث بلغ الآن عدد المتهمين المحتجزين لإدارة مكافر المخدرات حوالي 86 متهم تم إحال توراقهم أو ملفاتهم إلى النيابات المختصة بينما العدد الإجمالي يفوق النصف في السجن المركزي بمدينة المكلة ومما ساعد ذلك هو انتشار غير مسبق الآن بدأت تعلم القيادة السيارات من بعض النساء مما سهل في عملية تحريب هذه المخدرات في الأون الأخيرة تم ضبط مجموعة من الفتيات أو النساء من فتيات مدينة المكلة للأسف يقومنا بترويج هذه المواد المخدرة أو تسهيل مرورها عبر النقاط الأمنية من العوامل المساعدة لانتشار مروجية المخدرات بين الشباب في المكلة استغلال الوضع الذي تمر فيه البلاد إضافة إلى استخدام النساء في العبور السهل بين النقاط الأمنية والشوارع دون تفتيش بحسب الجهات الأمنية